السلام عليكم مشاهدي الكرام اليوم جيت نعود لكم واحد القصة عجبتني واحد الراجل بغي تزوج من بنت واحد الشيخ كي يعرف بينه وبين الله تقدم البنت وفق الشيخ مقابل المهر دياله يعني صداق دياله بسيد يعني ما بيعش بنته صداق دياله طلب لي خنشاق ديال بصلا تزوجه ومليد زعام توحشات البنت وليدها وبغت تمشي تشوفهم أتمنى راجلها يمشي معاها وافق ومشي معاها بين ديالها وبين ديال ببوها كين واحد الويد خصمي قطعوه كانت هالزاولدها صغير خداه منها وخلا مراته تقطع بوحدها وهي قاطعة عكلتها واحد الحجرة وطاحت عطت على راجلها باش يعونها توقف قال ليها نقضي راسك رتمن ديالك غير خنشا ديال بصلا مقات مسكينك تقاوم ومستثلمات حتى وقطعات الويد ومن اللي وصلت للدار ديال وليدها عودت ليهم اللي وقع لها في الطريق وهي قاطعة قاتليهم غير بيحفظني كنت غدا نموس وانا قاطعة الويد ستنجدت براجلي وقال ليها ان التامان ديالي غير خنشا ديال بصلا تقلق الاب شيخ وقال راجلها خد ولدك معاك وصير في حالك وما ترجعش حتى تجيب خنشا ديال الذهب خدا الولد ديالو ومشا في حاله وهو غادي في الطريق يقول كين العيالات عطاهم الله مكيناش غير هي دازت الأيام ولا ولدو محتاج الرعاية ديال ممو وبغايت تزوج ولكن حتى واحدة ما قبلت تزوج منه لأن مراته الأولى والأهل ديالها عندهم سمعة طيبة وكل شي كيعرف القصة اللي وقعت بينه وبين مراته ما عندوش الحل الحل الوحيد هو خاصه يخدم مش يجمع خنشا ديال الذهب ولك يخدم الزوج بالليل وبالنهار حتى يجمع خنشا ديال الذهب ومشا عند مراته وقدم الدهب للشيخ ووافق باش بشي معا بنته ومن اللي كانوا غادين راجعين مشى الأب معاهم بغايت بنته تحط رجليها في الواذ قفز راجلها بسرعة وهزع لدهره وقال لها زوجتي الحبيبة راكي غالية دفعت عليك خنشا ديال الذهب ومن اللي يسمع الأب كلم زوج دحك وقال لي من اللي عاملناك بأصنا خنتي ومن اللي عاملناك بأصلك سنتي العبرة من القصة خسنا نعاملو الناس بأخلاقهم وهي الطريقة الوحيدة باش نتعاملو معاهم الكريم كيستحق الإكرام أما اللائم خسنا نستاخد منه الحذر لأن التعامل معاها باحترام كيعتبرو ضعف وخوف نتمنى تعجبكم القصة وتكون عند حسدنكم وإن شاء الله تنال إعجاب ديالكم لأنها مش مجرد قصة وإنما هي عبرة وحكمة حبيت تستفدو منها وما تنسوش تشتركوا في قناتي وتشجعوني بوحد اللايك وتعليق والشكرا لكم جميعاً وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله تعالى